السلام عليكم بداية كشفت وزارة الصحة والسكان أن الوزير عبد الرحمن بن بوزيدة اجتمع أمس الخميسة للمصادقة على البروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية للدخول المدرسي 2021-2022 وحسب بياني للوزارة فقد اجتمع الوزير أمس على ساعة الرابعة زوالا بأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا حيث تمحور النقاش حول البروتوكول الصحي لوزارة التربية الوطنية وكذل فائدات التلقيح لعمال التربية الوطنية ووضع الإجراءات الإدارية واللوجستية للانطلاق في عملية التلقيح على مستوى الصيدليات أما فيما يخص الحاصلة الأولية لتفشي فيروس كورونا في الجزائر فلله الحمد والمنى تعرف الجزائر يوميا تراجعا في عدد الإصابات فقد سجلت الجزائر اليوم الجمعة الثالث عشر من أوت 2021 وإلى غاية الساعة الثانية عشر وكحاصلة أولية سجلت الجزائر 654 إصابة وتسجيل ثمانية عشر حالة وفات رحمهم الله تعالى كما تمثل أكثر من خمسمائة مريض للشفاء